لَلَّهَا وَعَلِهِ مَنْ لَلَّهِ مَنْ لَلَّهِ مَنْ الشياطين لا تقيل والقيلولة أن يخذ الإنسان قصة من الراحة أن ينام خلال اليوم نهار رمضان وخاصة قبل صلاة الظهر فيستعين بها لكي يجدد القوة والعزيمة ولكي يسوم هذا الشهر المبارك ولكي يستطيع أيضا أن يقوم الليل وأن يقوم على السحر من الأمور أيضا التي يستعين بها المؤمن والأخت المؤمنة لصيام شهر رمضان ولتجديد القوة أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى لأن بذكر الله سبحانه وتعالى توجد القوة ويوجد بها التغلب على العطش والجوع ودليل ذلك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرنا في آخر الزمان عندما ينزل سيدنا عيسى عليه السلام إلى الأرض ويخرج يأجوج ومأجوج ويفسدون في الأرض ولا يصبح يوجد لا طعام ولا شراب فيصبح الطعام والشراب لسيدنا عيسى ومن معه من المؤمنين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فلذلك الآن المؤمن عندما يصوم ليجدد هذه القوة ويتغلب على العطش وعلى الجوع يذكر الله سبحانه وتعالى ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانه وتعالى وصحبه وسلم